الريحة رمضان على ملعيك فهم قامت بشيك رقلت مشاكلي مع روحي صلحت مع روحي عملت بشيك قاعت مع روحي طيبت نفت شوية طيبت نحن في المرحلة اخرى طيبت نحن في المرحلة الثانية نحب نحاوس نحب نمشي البحر صار الحنشي ممثلة تونسية تعيش ما بين تونس و فرنسا اختيار فرنسا خدمة ولا عائلة لا انا معتها نمشي نحن نسافر جس على الخدمة ميه انجنرال الاكثرية قاعدة هوني في تونس فهمت نمشي غادي كيبدا عندي ديكاستين كيبدا عندي توناج متاع فيلم فهمت والاكثرية في تونس مستقرة في تونس ميه نعدي عم بامة ممان غادي اكزاك بداياتك كانت بالسينما عملت برشة بوتولات في عمل نشحة زادك نسامي عمل نقول زيزو لفريد بوغدير عندك خصوف فاضل جازيري جسد غريب رجال عميري فتوى محمود بن محمود تبارك الله أنا كناس ما أنا السامي متاع المخرجين اللي خدمت معهم والناس اللي خدمت معهم كمام مش من فراغ وي بو أنا بديت بالتاتر وبدت من 2010 نعمل مسرح مع سيتافيق جبالي ومن بعد من أبأتر من 2012 بديت الإكسبرينس في السينما معناتها أنا من قبل معناتها من اللي بديت نعاف روحي ونحب نعمل نحب سينما أكثر بلاسة معناتها نحس فيها روحي النجم نضيف ونجم نعتي حاجة ونبولت نحب سينما خطر فيها أكثر أساس فما برشا خدمة فما برشا غشيخش معناتها نحس روحي في الإلمان متاعي معناتها في السينما ومخرجين برشا مخرجين حبوني معناتها عندي زهار معنا إنسامة مزهارة واللي تعامل مع المخرجين الكبار عملت معهم الناسة دوم صعيبة؟ والله أول إكسبرينس كانت صعيبة وقتها الفيلم لنفرون دي سوداي مع سيطاي بلوحيشي خطر يخدم ياسر معناتها لكلاسيك عرفت كليتقات قدم الكاميرا تتحرك بالمصر تتكلب بالكل شيء بالملي كم يقولنا وكانت أول إكسبرينس عنا كنا ديما خايفين عرفت دونك 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 معناتها من أكثر التاجير باللي اللي تعلمت منها وبعد ديكات عملت مع جيلاني سعدي مع فريد بوغدير مع فرجاء عميري مع برشة مخرجين أخرين أقلوا لك ش أنت الداخيلة مثلا مرة با دو تو با دو تو با دو تو كنجي الداخيلة الداخيل مرة بارك يكون داخيل مع تمنا ما نجامش نكون داخيلة أنا ما نجامش نكون داخيلة ألوح ك تعبت معناتها بش 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 وصلت معناتها عملت خمسة سنين تياتر ومبعديك عملت قدش من عرض في المسرح وفي الدانس دورت برشة بالسبكتاكل متاع الدانس عملت سبكتاكل في الهند في كوريا في فرنسا ومبعديك جيت التجربة متاع السينما وحاجة أين نحبها فمش شافني مخرج قاعدة في قهوة ولا حاجة قلي إجا مثل وقتا نكون داخيلة أما وقتا اللي نتعب ونجتهد بش نعمل حاجة اللي أين نحب عليها تسمى حاجة ميريتي وطاوة معتها كي ما تشوف اليوم عندي تسعة أفليل متحصل على جوي أنا أول ممثلة عندي كارت بروفسيونيل في السينما مارجانات كما تغنتو كان عندك حضور زادة في المارجانات هذية في كندا وفرنسا انتي حكيت زادة على قلت لي ما جبنيش من قهوة اليوم سمع بيت جي مل انستغرام ما جيش من قهوة ايه ذيكا حم معنى أنتا ما نحب عندي معنى أنتا معنى أنك تعليقة على الموضوع ذكا لا 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 برشا ممثلين قلوش دغش ونقولوا يتقلقوا شوي قلوك سمحنيش معنى أنتي تعمل بعد صور انستغرام نقل تتمثل ودو بوتولة في مسلس مثال هو معنى أنتا ما تجمش تلوه مع العبد اللي حب يعمل تصويرها في انستغرام ويقوم معنى اللي يختارها هو اللي تحمل مسئولية فهمت ما مش هي معنى هي ما عندها حتى دخل لنا أعملت تصويرها محليني في انستغرام جيني مخرج ولا جيني اللي هو قال ييجا يخدم معايا وأينا نحب نخدم ما بتبيعها بش تقول وي بش تقول ولي دوك يحكيوا مع العبد اللي يختاروا فيهما مش معمومة ساميحي وشموك هاي حبتك عجبتك الحكاية يا فنمو ساميح تتوشم والله نتفرج برحو عجبتني هنلخر الحكاية مما ساميشكون موشمك سارة نو مزيل 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 ساميشكون وشمو مقالكش نو مزيل بطير جسي فا مزيل جسي فا سني جديد أول ظهور في الدرامة أولاد مفيدة كيفش تصلوا بيك كون تصلوا بيك كيفش جاي كلمو بان بدت كلمو تصلوا بلا جانبتيعي في بريس خاتيرنا كما قدك شفيد زالي غطور ما بين تونس وفرنسا كلمو لجانبتيعي بعدك تفهمنا على راندي و تقابلت مع ساوسن وسامي و قالي سامي تبركال عندك برشة أفلام ممثلة بيها ونحن على هذية على شنو اللوجو معنا تاوس معنى بيها إذا كان جيت مثل معنا والعبيد تكتشفك وتشوف خدمتك وكل شي خاطر ما كتعرف معنى احنا في تونس معنى اندوستخي متاع سينما معنى 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 ببليك عريض متاع سينما معنى تعمل فيلم يدخلو قلة قليلا معنى تاوا في تونس ما عادش منش ياسر في سيغي وفي وفي فيلم معنى معنى تاوا ببارش دي سيغي قاعد نتصولو دي سيغي عبك دي كريتاخ سينيماتوغرافيك قاعد نتصولو دي ميني سيري زيد اكزاكتما معنى تاكي تشوف اليوم معنى هالكاليتين تا الخدمة في مفيدة خدمة مزين عالخر فامتني حسنا وحتى معنى في التمثيل كيف محليهم الناس الكل اجتهدت الناس خدمة ساوس يعطيها الصح هي وراء الخدمة اللي تراو فيها تعبت بالكده بالكده بالها ويسع معنى سلكل ماكتعرف عندك كيف قدش من عبد معنى مساعد مش تجاريهم هي اللي تتتو غل ونحايا على هداك شنو اسعب اليوم انك تب لا اعش كيفش نفسلك ح autograph حاجة تشبه لي أكثر فهمت هنا اكثر لcji يوجد أكثر موسيحة تحسري فيما قيود في الدراما؟ يسوك فيما أكثر قيود في الدراما ليس الكلم الكل يتقال في التلفزة ليس الحاجات الكل يتعاملوا في التلفزة كل شيء يبدأ بيان اتداء في التلفزة فهمت؟ فهلا بيانسور سينما أصعب دورك في لد مفيدة دور مرأة أرملت رجلها المتوفي اللي عنده صغير بلغم أنه تم استعمال كلمة أخرى في المساسل أنا مرحبش نقول الكلمة هذيك نقوله أرملة كيف يغزر المجتمع على المرأة هذية؟ المرأة المرأة خاطر أنت عاشت اليوم دور موجود في مجتمعنا برشة؟ وي وهذيك أكثر دفع خليني نمثل الدور هذي مع أنتا خاطر نموذج نشوفهم منه برشة في تونس وأنا مع أنتا بصيفتي مع المرأة ونحب المرأة ومع أنتا حتى كي قلت البخصناء شفت فهما بش نتكلم عليه الدورة ذي وبش نمثل الدورة ذي على خاطر يرمز البرشة حاجات ويعني البرشة حاجات ما عندها اليوم نشوفوا مرأة عندها ولدها مطلقة رجلها ميت تلقوش في خدمة تلقوش بش تعايش ولدها بش تعاون عائلتها تلقى روحها من بعديكها كانوا معناها العبد ما عندها بنظرة المجتمع كانوا نشوفوا اللي مرأة ووقت اللي ساية طلقت ولا رجلها توفى كانوا ما عاش عندها الحق تعاود تبني تعاود تبني حياتها ليه عندها الحق باش تعاود تحب وتتحب والا دونك الدور يقول برشة حاجات هذك من اكثر حاجات لي خليني نحب نمثله ونحب ندفع عليه ونحب نتكلم معي معناها هو شوفنا السيكونس اللي خليني نقولوا معناها في المسلسرة هي فجعة الناس الكل وتقلقت الناس وقت اللي وحيدة دريد يجاد تخطب وكذا وحتى الكلمة في حوارها مع بيرم على حكاية الكلمة مثلا وقتها الناس تشوكات من الكلمة خاطر صارت برشة انتقادات وتعرف انتي معناها هما جزء من المجتمع عمتاعنا وناس تتعيش معنا هذو ما معناها مثلا اشكال كبير راون امرأة معناها فهمتش من الاشكال النجم يكون اليوم الرسالة تحسها وصلت للبوبليك؟ بصحيح ولا بغلط؟ لا وصلت بصحيح على خاطرة وقت اللي تقلق السيكونس حاطت المشاهد قدم الواقع عمتاعو يتقلق اليوم المشاهد كي يشوف الواقع عمتاعو؟ بانسور يتقلق ايه تستفز وانتي قاعد تستفز فيه هذا يعني شي تقلق وما قالتش ما فمش حاجة فمش حاجة غالطة تقالت ولا حاجة غالطة الكلو مستمد من الواقع والكلو معتا ما مش بدنا من الواقع كسوال الكليم كسوال البرسوناج الكلو من الواقع معتا فم احد شاي جاي من وحي الخيال وحاولنا نكونوا زادا منظمين الى اقصى درجة حاولنا نهذبوا فمتني احنا نقنى الواقع كيف ما هو النقل هذا يمتاع الواقع اللي تحكي عليه اليوم نجم وقلوا انه عرّ جزء من الجانب الذكوري في المجتمع مخرجة مرأة فيمينيست اليوم مثلا سمعت سيناريست كيما حاطم بالحاج قال انا كنفرّج في مسلسل نفهم او نعرفش في سيت كوم ولا فيلم نفهم انه اسكل مرأة مخرجة او راجل مخرج معناه يا مرأة يا راجل واحد منهم اليوم نعرفوا ليساوسا الجمني مرأة ومخرجة ولكن لو كنا نجينا ما نعرفوش اسم ساوسا الجمني في الاخراج كنا نجم ونفهموا انه وراه المرأة صورت المسلسلة ذايا انا اقول اي؟ انا اقول اي معناتها شغط والمراغية معناتها ولاد مفيدة تحسوا مامورا تحسوا مامورا صورت مامورا صورت وشىี مامورا صورت معناتها تحسوا مامورا معنات اخزر�에 matholle لا يوجد ما فيلمين اتحسوا المخدمين تحسوا مامورا تحسوا ليلünde معناتها حكيت عنking اللي يفهم الكل معناها بيانسور بالمظلومة بالمرمدة بالدروغي بالنساء الكل فهمت ثم فخرة عندك نحسها موجودة هتكي تحكي بالانفعال وبالدين ثم نوع من الفخرة والتبسيم اللي تحكي عليها نتفهم اليوم انه فمينيستين عالاخر عالاخر اليوم اللي انه ترى انه نكثروا من النوع هذين من المواضيع اللي هين خلنا نقوله مش شائكة بنوع منها تقلق الناس لكن كيفش نجمو نسلحه هذكي دور هو هذكي هو دور الفنان معنطا 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 هو هذكي هو يلوفغو متاعه ويزمو بش يحكي على اللي ساير في المجتمع متاعه معنطا انا كالفنان التونسي خي هو منين يجيه الالهام ومنين نستمد معنطا المتياخ المتياخ منين يخط فيها موم الواقع موم المجتمع اللي عيش فيه فمتا ولي هنه هو بش هي اعطيها صح هنا نصورها توفقت بش تحكي على الواقع التونسي والناس الكل قالتها دايغ مش كانينة معنطا سنين ناس الكل تشكر في ولاد موفيدة يذول سنرجي ونحكيو على برش مواضيع اخرين فيما خص المسلسل الدور متاعك زاد سماح في ولاد موفيدة المخرج خمم و هكا استنبت وقال سار اليوم دي فتنة دي لها صغة معنطاها لازنة بوخ واللو رجلين شو ياخر في رمض النشو على موزيكتها مرحبا مزلا معكو في رمض النشو حضرنا وصل لي لتحكي برامو سماعين وانما كنتوا دي فتنة سارة الحالي نحكيه اليوم على دور سماح في مسلسل أولاد مفيدة صحة شريبتك من رخرة كانو يسمع فينا نتقيق سينتالي أنا عارفك صحة شريبتك على ساس قانت لتلتظر سوي عارفت صحة مرنا نتقيق سينتالي نحكيه على دورك في أولاد مفيدة سماح كنا نحكيه على موضوع الأرملة المرأة الأرملة في المجتمع التونسي ثم عديد الموضيع زادت طرحت في المسلسل ده كان نحكي من الجانب فيمينيست أكثر ناخد منك بتاتغ زادة الرأي متاعك ثم قضايا أخرى كما قضيت أن المرأة تبيع روحها على أنا بخصونا نحكيه على مرأة مقددة أسلا نتور نحكيه على السكورت جولي خلينا نقول موضوع من العام اللي فات معناها تحلو كيفاش وعليش ووقتاش وليو حاسب رأيك أنهم ثم منه في المجتمع والناس تتلز أن تمشي تعمل حاجة كمعك حاسب رأيك حاسب رأي هل تأخذ إجابة؟ معناها باديها باديهي معناها إجابة باديهاي معناها شخصنا نحب نقوم بيانسور بيانسور موجود منه معناها ده بي إكستان البيعات لوي اللي تحب علي معاش ما جو بخير انا جو بخير في كل حد معناها كل پرسوناجي كل ممثل يجي يدفع على الدور متاع ويحكي على الدور متاع وكل شيء ما بيانسور كل ما فاما حاد شاي يعني قتلك جي من الخيال كل واحد معناها البيعات لكل هم مستمدين من الواقع وحنا حاولنا نتكلموا عليهم كيفما نحكيوا عليهم كيفما نجموك ديوم نجمو ندخلوا للي بيختهي متاع السينما في الدراما إذا كان نحبوا اليوم على أصلاح مجتمع تعرف أنت ديوم المسلسلات خلانا نقولوا مرئات للمجتمع الشعب يشوف روحو فيه اي اي تتخيل انت كدما تقولي بكري شوي كيفما قلت لي قلت يراهو للسينما اللي بيختفي أكثر من الدراما هم نجمو ناخذوا جزء من اللي بيختلي موجودة في السينما نحطوها في الدراما بلتات تخطعتي حاجة أخرى والله والله أنا طو شخطو سني معنا من الحاجات اللي خليوني نعمل المسلسل اللي فاما منه معناها بديت العقلية بديت تتبادل شوي معناها بغابور على عامين على عامل تلي ولا حتى أكثر معناها فاما حاجة قاعد تتبدل ولا لنا معناها استاتيكمان ولا حتى في طريقة الترى حتى في طريقة الكتيبة متاع البرخسوناج في طريقة تصوير البرخسوناج وكل شي نحسوا فاما حاجة جديدة معناها في الكتيبة وكل شي دونك وي بغابور بغابور قفت اليوم في الكاميرا مع ممثلين عندهم تجربة كما مثلا نحكيه على سبيل المثال اللي أنت الممثلة عن كونتاكت ديركت معها أمي البكوش الممثلة من البكوش ممثلة قاديرة عندها من التجربة بالحق ما يكفي باش تنقلوا اليوم ممثلة قاديرة كيفش كانت تعامل معها صعيب ساهل بالعكس بالعكس معناها وقت اللي تبدأ تمثل معنا في نبدأ نغذر لها كاني نغذر لك المسلسلة تغذر صلي عني بي اكزاكتما والله نبدأ نغذر لها نعشق فيها ولكننا داييرغ معنا مشكنين في البلاتو الكل التكنيسيان الكل معنا يبدوا يتفرجوا وكانهم يتفرجوا في كل ما معدها منع فما شارم هكا فما حاجة محليها تحس روحك كونسيكوريت تحس روحك تحس روحك في تونس و الوقت اللي سوختو وقت اللي كانت دافيا ومزيين و فما حاجة محليها نحس روحي انسيكوريت وانا نتفرج فيها تماثل وانا نخدم معها رجعت لك جزء من توفولة متاعك سيخطو احنا باكوش تربينا معها في المسلسلات برشة مسلسلات اكزاكتما نوستلجيك فلا نوستلجيك معتها وانا نتفرج فيها معتها تفكرني فكل يامات وانا قاعدة مع عائلتي وانا نتفرج وبعدش قل الفتر في المسلسلات وقت اللي كانت لعائلتي تلمو في رمضان ومعتها ستيلا بالإباك شو مأخذت منها وسعى البال بالها واسع انت معندك شو سعى البال واسع شوي واكا 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 يقلق هاي المخرجين ولا قلقش تحبويني المخرجين ما خاترني خاترني خاتر دايما خاترني خاتر دايما ونحب بارش خدمتي معتها بالعكس نبدأ نبدأ تندو عالاخر بالعكس بالخدمة ما نفدكش بالكل معتها بنسبة لنا من أكثر حاجات اللي نحب في حيتي هي التمثيل فهمتها دونك معتها حيتي كاملة ما عاش كيفش فاصلك سخر سخر اكزاكتما لكل هال التمثيل فهمتها دونك ديما ستخسي و ديما العصابي و ديما نحب نعطي أحسن ما عندي وتخاف ما تنجحش و ديما أي ولا و ديما نشك و ديما هذي يزب ننجد هك صعيبة برشا معروحي فمت صعيبة ياسر معروحي ذك عليش نبدأ هك هك احنا شفنيك حتى كي تخلط في المسلسل من الأول كي اكتشفنا الشخصية متاعها سامح ثم شوية هك و بعد صعيبت وقت من الأول من الأول اللقاطات معناها من زين ما قبني الشخصية سيغطوا نحكيوه على مسلسل عنده أكثر من الموسم هكتش ميكون لحظة اللي في الأخر هما اللي كانوا من الأول ها هما اللي تصوروا من الأول ها باوي هاي يتضحكوا كلكم ها شخطوا ها شخطوا كلكم يعني ثوغلايف كذيو مسيليش أنا ميسيش أنا نحب السيكونسة دي ثوغلايف فما حتى هاي هذيك الفيخسوناج معلت احنا من الأول حتينا ولا عرقت أغزر بالليلة عزيم عرقت شخط دي تاوه بره عزيش بشي فضل اليوم بيه نرجو طبعا تفاصل لنرجو مش مشكل رأى ليه معلت شخطوا من الأول معلت حبينا نوري ونحط الفيخسوناج ان بالرغ نوري ومعنط هالي هي المراعة متعبة ما يشمر رجلة متوفية عندها برشة هم على ظهرها فمتني عندها برشة رسپنسابلیتی وكل شاي فمتني دونك كاو دونك اتي تاوه بره نصو الليل تاو هاكا بشت تاوكا 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 نصو الليل ما مش مشكل خاطر مجرد سويل انا زادا ما عنديش زادان للوردر متاع التمثيل انا هيا ما ستقبلو هيا حلقات دخلين شفت سمعه حاجة اخرى فامتو اي اذا شو نقصت بالذبط ما جبش نعرف اسكولاية ما ستقبلو اذا كتبت البخسوناج معنا اذا كتبت البخسوناج و اذا ك قوة المخرجات صحا نذال نذال اوي كارهوك برشة بنيت يذور لي غطي يذور لي نذال تعرف عنده قاعدة جماهيرية معناها من الجنس اللطيف ما شاء الله اي 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 هو نتفكر انا وقتا عندي اول سيكنس انا و نذال اكستغيير اي فمت في الشيرة و كل شيء و انا اول سيكنس عندي هاك استرسي وبالتراك و كل شيء اه دونك اه دونك اما عطا ليزي عليزي هي معتا اول سيكنس عندي بش نمثلها و كل شيء وسترس ودرشان وليزي مع نذال الساعد في الشيرة وتعرف تبارك الله البوبليك اللي عند نذال فانت لعبيد الكل في الشيرة نذال 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 ماذا كوني هذي نذال حسيلوا والمخرجة مثالي وراء الكمبوت عايت يا سار اي اضحة كدرشنو عاود لعبيد الكل يتلمو منا جمناش نصور معتا تلمان لعبيد الكل لعبيد الكل يحبو يتصور مع نذال و حسيلوا كانت معتا اول سيكنس عندي في المسلسل واسعب سيكنس مناسبة 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 سيكنس صعب اما سيكنس صعبة اللي تعديت وت البارح اللي قاعدت تضرب قدم ولدها وشعتني برشة سيكنس هذيك اي اي وشعتني برشة حتى معنتها بعد ما كمان بعد ما كمان التصوير مرضتني معنى سيكنس كمبلتما انني ملابت تعرف مع القرار انت عليك اللي فهمها حاجة انت تقس ومحيد متاعون وشعتني برشة سيكنس هذيك خاطر سيكنس هذيك معنى تشوف مرأة تضرب قدم ولدها تشوف مرأة تضرب قدم ولدها وسمعنا في الكواليس انو أدفل الصغير قال الي يضرب مرأة مهو شراشن واذاك اللي يزد واذاك اللي يزد حتى السيكونسة دي كان صورو فيه حتى اشتر التكنيسين يبكي ومعتى البنات في البلاتو يمكن ان الكلمة حتى قلتها له نقلا عن فترentار قيمية حتى وانا استعملوا الكلمة هذه اما تفل صغير اوه يعمل انت تفل لاي يصبح نصورها يضرب اللي اصلا بمرأة مهو شاك وكذا وكل شي ودا احنا نوري وهكا بيش العبايد معايش تعمل هكا أحنا ننقلوا وقعدين في الواقع وكل شي ما حابش عملها كالليه منيش منسورها سيكونس ودرشان وكل شيء وقام معانت بالحق معانت تدغش وقام يبكي وكل شيء ومع التنسيون معانها اللي فما في وسط البلاتو ولي في وسط السيكونس وكل شيء اللي حتى لا معانتة حتى الفما بنيت معانتة يبكي ومعانتة وليه في البلاتو وأنا تعبتني معانيا حتى مبعد تعبتني معانتة كي كمراة تتمرمد قدم ولدها حتى لطفول صغير تشوك معنى كيشاف الفوزة معنى بواضحة العملية من جوش نزيد وكثر جميعا نحن مزيدنش عالويق عراو صارت و.. انتم ما نجمقر حتى شو لطفتوا شوية احنا لطفنا احنا لطفنا احنا عطينا المينما اما فيه باب بارشة انتنسيتي و بارشة إحساس و بارشة خدمة مع نزال 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 كيف يش خدمة معها؟ نزال جيدة 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 معنى بيلي واسع هو وزيدة انتي بيلي موش واسع انا بيلي موش واسع حكو بار محليها عالاخر معنى يعرفي جيري الوضاية اكزاكتما ممثل به بارشة انسان به عالاخر زي دا معتها ملقيت صعوبة في التعامل معه باش نمثل معه معتها كريت اغلبية لسيكنس معه هو فهمتني لسيكنس الكل تعدى ومحليه وبالعكس ويعدي ويعدي في لينك محليه فهمت معتها حاسيت فهم هالشي ميم زيانة معنى ما بناتنا ونحنا واحنا المثل وفهمت اه الحقيقة ممثل به بارشة انسان به عالاخر اه ديما هوني معتها ديما يلتت وشو غلع بترج شوية بمستلسلات عملت крلى عملت دورة ولا ت ring في روحك role شوية والله الحقيقة شوية ما شفتش كل شي ش منaders شفتو شفتَ كالكوز الاكستريم من النيوبة شفت شواية من قلب ذيب وي هذيين عملت ديهم الدورة شفت نوبا شفتpir روحك في بعض الأدوار من المستلسلت 뭔가 شفتهم النزوز والله شفتَ كالكوز سايكوانس ما кажتش كل شي بان شفت نوبا خاطر مع تشترهم صحابي يخدموا اسمين اميرة عبد الحميد معنا وكي ما قلت لك بجينا مبعاظنا قبل الفتيات وعليش ما عايطولك شامتي في نوبا؟ عالي بشي عايطول؟ خاطر انتي من نفس جينيراسيون وماك عايطوا عادوا المجموع بالعكس اسمه عبد الحميد سويد لو مش قاعدنا النوب غير سويد عبد الحميد معنا يحبني انتوره وحبني برشا ويحب خدمتي فهمت كان جاي فغيما فما دور شيفني فيه وبالعكس معنا يحترمني ويقدرني ما نصوروش بشي عايطلي بشي عتيني حاجة مزينا ونخدموا مع بعضنا حاجة مزينا وكي ما انتي على ذكر حكاية الجروب انا روجو سوي اندبندنت معنا انا منيش لعى حتى حد ومنمثل حتى حد انا بديت وحدي تعبت وحدي اه اه اتمرمت وحدي ما جاني حتى شي من 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 لشي فهمتني فما حد شاي جاني هكا على على طبق اه معناها انا اليوم ما فهمت حتى حد يجيني قولي انتي وصلت غاسا موا فهمت فما ناس امنت بايا وي اه فما ناس اعطتني فرصة اما انا تعبت وتعذبت معناها بش 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 وصلت معناتا بش قاعد مازلت ما وصلتش بيانسوق للنيفو اللي انا نحب عليه ونتمنيلو ولكن سامي بان سامي روحي مزهارة خدمت معا مخصصي مخورجين كبار معا مونجين كبار معا نلقى اسمي في افيش مكتوب عليها اسمي مخورجين كبار ولا مونجين كبار كيما دورها بوشوشا ولا لفخيخ داخدين وانا دومينيك بسنياخ مخورجين كبار معا مخورجين كبار كيما نلقونا مثلا في مصر بارش انتقادات تواجدتك سارة مثلا على اللبسة اللي اعتبروها نوعا من جريئة شو نتعليقك على الحكاية دي كيك انا نلبس وكاها انا نلبس كيكا مش نتحب نقولك معا تذيكا فستيفال واذيكا تابيغوش كنا يقولوا لي كيفش يحبوني نلبسكا يعطيني كتبلي في ورقة وكتبلي كيفش نحبني نلبسة اعطيني رايك ما نفهم اينا نلبسا كيكا فهمتا التابيغوش وفستيفال ما نعنى كيفش تحب لعبة تلبس معا تذيكا بيخلنا ليت متاعي فهمتا ما عندكش الحق تحكم عليها تحسم تعدولك اللي حريدك شخصية ووي بخفاء ووي ووي معا تها انا عندي تحكم عليها على اساس على الممثلة وكهاو فهمتقول ممثلة بيها ممثلة خايبة اذيكا نحب نحترمك وكل شيء اما بشتدخل في المساحة متاعية اذيكا ما عندك حتى تدخل تحب تقول لابسا خايبة اقول لابسا خايبة اما بشتب وتشتم وتقول كلام ما ميجيش مش لائق اذي فهمتا ولكن ثم يوم بوبليك ثم جمهور زادة النجمة نقوله انو سار قدوان تيه مثلا البنت الصغار والد صغار يشوفوا سارة زادة القدوان تيهم دونك سيبوغ سلاجة الامتقادات حاجة اي باي حاجة تشرف القدوان متاحهم قدوان متاحهم تعبت وتمرمدت بش بش وصلت و بش عملت افلام واينا معنتها مايش فخرة ولا مايش حتى شيء اما انا الممثلة الوحيدة اللي عندي تسعى افلام وتعبت وحدي معنتها بش بش وصلت اعملت اعملت اللي نعمل فيه اللي نعمل فيه اليوم قدوان وقدوان ونتشرف لنا قدوان فهمتا وبالعكس ومتشجع عصغار معناي حتى كي تربيت في عائلتي يقولوا لي احنا عائلتي متفتحين فهمتا مايش الناس معاقدين فهمتا اعمل اللي تحب المهم اسم وكهو المهم قد التاشمتاعك قد دهب القديف والي جوسكو بو وكهو فهمتا دونك وي عبرا علش لي وعلى ذكر الافليم عندك فيلم بش يخرج فيلم جديد ستريم هانكا كان من يشغل في الاسم اللي مهدي الحميلي مزلت عرقا سمعني مزلت عرقا عني يلا غالب شوف نعمل يعني 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 عندي وكهوش مزلوا دقيقة ثم بعد نمش نخص الوجه بيه تجربة هذية في السينما مع مهدي الحميلي كانت تحكين عليها شوية بيه مع مهدي بانت مخرج مترشق عالاخر نعمال ما الفيلم معتا بش يعمل حاجة بيه برشا وانشانا نعملو بيه مهجة مهرجانات بيه إن شاء الله يخرج الفيلم ويعطن حاجة بيه برشا وانشانا نعملو بيه برشا بطولة هاي اخر العام مع مخرج تونسي ان شاء الله التصوير بشيكون اخر العام ان شاء الله صارتك صحة عايشك مرسي بكول عرقتني مرسي بكول عملت كل شيء كمم سيدة حبيت نعرف برشا شيء هنا بالشخصية حشيتني واسع بلي واسع ولا لاسع واسعت بالك معا حكا ولا تبع بعد الثوكلايف اللي صارت نمواصع بليك برشا تجمو ترجع و تلقوا الحوار على زوز اجزاء ميسور نحكينا على جزء فيها اللي ميخص الشخصية متاع سماح وكل و جزء ثاني ناكن ناخدو شواء من احنا مش نعرف سارة ونشوفوك مرة اخرى ان شاء الله في رمضان شو وحتى مش في رمضان شو زادة في مزايك كفين مرة اخرى عايشك مرسي بكول عايشك محلي هالاميسيون بتاعك ومحليك عايشك رب يخليك ان شاء الله نكون ولاه شكرا